أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنات للجيش في جيبوتي بمنطقة جارا بيتسيان شمال البلاد مما أسفر عن وفاة سبعة جنود وإصابة آخرين أكدت الخارجية على وقوف مصر حكومة وشعبا مع جمهورية جيبوتي وتقديمها خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية الشفاء للمصابين